مع استمرار الانهيار الاقتصاد في سوريا وتحديدا في مناطق سلطة الأسد يظهر التخبط على قرارات حكومة الأسد التي تبدو جزءا من المشكلة للحل بحسب تصريحات أعضاء من تلك الحكومة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم قال لصحفة الوطن إن مئة ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من السوق بسبب قرارات سلطة الأسد وعدم دعمها لهم مشيرا إلى وجود خلل في الفكر الاقتصادي لدى تلك الحكومة يؤكد أكريم أيضا أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سوريا مبينا أن رأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سوريا بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته آخر قرارات السلطة الأسد هو ما كشف عنه موقع اللير اليوم الذي قال أن حكومة الأسد وافقت على مشروع قرار لرفع قيمة الجمارك لنحو 250 ضعفا وهو ما يزيد الأعباء على التجار والأثر على السوريين القاطنين في مناطق سلطة الأسد وفي إجراء داخلي يزيد العباء على السوريين تقول صحيفة الوطن الموالية أن حكومة سلطة الأسد رفعت أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 100% رئيس فرع دمشق لنقابة الصياد لأتابع لسلطة الأسد حسن ديروان كشف للصحيفة أن ذلك يشكل عباء على القطاع الدوائي يشمل الانهيار الاقتصادي جميع مناحي الحياة في مناطق سلطة الأسد ويزيد من ذلك الانهيار قرارات متخبطة بلما تبدو فئة أخرى من السوريين خارج نطاق التأثير لأسيما أنها تعتمد في دخلها على واردات المخدرات التي باتت سوريا المصدر الأول لها في عهد بشار الأسد